مرحبا بكم منسي كلنا عملوا طالة بش نواصلوا على القرارات الاقتصادية والاجتماعية اللي بيش ترفع الى القمة العربية اللي نقشها وزراء التجارة والاقتصاد المالية العرب نشوفوا انه جدوى الاعمال اللي هو فيها حول العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك عن المشترك هذية وشوفوا انه الجدوى الهذية هو الملف الاقتصادي اللي بيش يدوى بدعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية لتمكين الاقتصادي ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة كيما سيدا بشي بحث الوزراء مشروع قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ وتعامل مع تغيير قضايا المناخ ومشروع زاد قرار بشأن أخلاقية العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية تضمن زاد جدو الأعمال اللي هي كما قلنا مشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربي الاستثماري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية على كل هذه القرارات مهمة وشعارت به ولكن هل ستطبق؟ هل تبقت قرارات اللي جان هذية في فترة سابقة؟ هل تبقت قرارات القمة العربية على ما يبدو على مبحثة شوية؟ قليل هي القرارات اللي تبقت ما عدا في وقت سابق في السبعينيات وقت اللي قرر بعد العدوان الصهيوني على الأراضي المحتلة الجزائر والسعودية بعدم ضخ النفط العربي إلى الدول الداعمة للكيان الصهيوني وقتها كان قرار مزعزع على كل شنو نجمو ناخذ قراراتنا السياسية بعد الجولان وبعد هذا كل بعد القمة لما حال عارف انتظارات الشعب العربي وشارع العربي ما فماش لأنه صورة بروتوكولية يعتبرها البعض ولكن في المقابل ديما نتمنى وأنه يمشيوا بآراء الشعوب على كل زادة حبيث زادة نمشي ونكملوا نتابعوا الملفات الأخرى المطروحة نشوفوا أنه ابتهال عبدالطيف عضو بهائة الحقيقة والكرامة في جريدة المغرب اللي قالت لم أصادق على التقرير الختامي للهيئة بالحصانة رابلسي اليواء عرض خمسة مليون دينار فقط ثم انسحب ومنسدرين اللي قالت لم تحترم قرارات المجلس هدايا فنشوفوا أنه التقرير هدايا اللي هو تم رفعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في بعض الختام متاع التقرير النهائي والجدل القائم بعد هذا التقرير نجعه إن شاء الله في الامة القليل القادمة بالنقاش وتحليل على ما جاء في هذا التقرير نمشي تود سويت بغلاء اون مونديال على اون مونديال على اون مونديال بش نبدوها بالكاتب والبحث لبلاني محمود محمود مرتضى ليقول سوريا اللي باتت تملك مشروعية إعادة الجولان بالقوة بعد أن تجهلت واشنطن القرارات الدولية الكاتب والبحث اللبناني اللي قال وأنه الحضن العربي اللي يدعو البعض سوريا للعودة إليه هو حضن ملغوم لا يستطيع أنه يمنع قرار الجولان اللي تخذوا ترامب ولا إعادة الحقوق المسلوبة وتابع وأنه نجاح صفقة القرن أو فشلها ليس مرهونا بالإرادة الأمريكية ولا بالتأمر العربي بل مرهون بشكل أساسي بالواقع والقرار الفلسطيني حكي على تحارف سوريا مع إيران والمقاومة في لبنان هو الذي سيؤمن مستقبل غطاء عسكري وسياسي والشعبي إذا ما تقرر استعادة الجولان بالقوة رغم تضارب المواقف حول الخطوة نشوفوا أنه الملف الليبي اللي هو المعقد قوات خليفة حفتر تسير نحو العاصمة ترابلوس هذه المصادر لتأكدوا عدم حضور القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الملتقى الجامع المقارر منتصف أفريل القادم رغم تأكيد البعض على أنه القيادة العامة للجيش غير معنية بالمشاركة في هكذا مؤتمر وحوارة سياسية فمن البعض الآخر يرى أنه تغيب حفتر على علاقة برغبة القائد العام للجيش والسواد الأعظم من الليبيين اللي يعانوا من عبث الميليشيات ومن مناورات الإسلام السياسي الذي تفننا في إهدار فرص حل الأزمة السياسية كما جاء في المقار وإفشال المصر الديمقراطي من خلال الانقلاب على نتائج انتخابات 2014 بتواطئ من المجتمع الدولي الجزائر والأزمة المتواصلة المجلس الدستوري لم يبت بعد في دعوة الجيش لعزل بوتفليقة وانفات الإداءة الجزائرية البارح نعيقاد مجلس الدستوري للبت فيه فيما كان الرئيس عبد عزل بوتفليقة لائقا بالمنصب تمهيدا لإنهاء فترة حكم المستمرة منذ عشرين سنة هكذا تقريبا كمنا لأول مونديال سكروا جريدة نمشيوا مع السارة بعد الفاصل كيف كيف زادها نمشيوا الخالد الهرجاء ترجمة نانسي قنقر